فضية يتلقاها الاقتصاد العالمي مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة وتوسيع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد ودخول العالم في موجة يديدة من التضخم في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة الفرنسية خطة مرنة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع يحاول المواطن الفرنسي الآن أن يتعايش مع الأزمة حيث بات الكثيرون من الفرنسيين يتخلون عن سياراتهم في التحرك لتقليل الاستهلاك من الوقود وأيضاً بدأ البعض يلجأ إلى ركوب المواصلات العامة أو الدراجات الهوائية لتوفير النفقات كما تشهد المتاجر حالة من النقص الشديد في السلع بفرنسا كما أن هناك ندرة شديدة في توافر منتجات الزيود وفي ظل التداعيات السلبية للأزمة على سلاسل التوريد وزير التغذية الألماني ناشد الألمانيين بعدم التكالب على الشراء وتكوين مخزونات غير ضرورية بدافع الخوف ورغم مناشدات الحكومة الألمانية يزداد الطلب من جانب المواطن الألماني بشكل جنوني على سلع أخرى مثل المكارونة والطحين وفي إسبانيا تقيد بعض محلات السوبرماركت الإسبانية مبيعات زيد عباد الشمس الذي يأتي في الغالب من أوكرانيا بعد اكتشاف ما وصفته بسلوك المستهلك غير العادي حيث يمير الأفراد للشراء بكميات كبيرة خوفا من اختفاء المنتج من الأسواق وبسبب تداعيات الأزمة أغلقت مصانع سيارات في أنحاء أوروبا لا سيما في ألمانيا نتيجة تعطيل توريد المكونات الأولية الضرورية لإنتاج أشباه الموصلات والبطاريات وغيرها من المكونات اللازمة للصناعة بحسب ما ذكرته صحيفة وولستريت جورنال بالإضافة إلى اتفاع الأسعار بشكل جنوني في أوروبا والولايات المتحدة ستضيف تداعيات الحرب في أوكرانيا أعباء أخرى أمام الاقتصاد العالمي خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين الأوكرانيين للدول الأوروبية المجاورة والتوقعات بزيادة حجم الإنفاق العسكري خاصة في دول أوروبا